السلام عليكم حبيباتي الجميلات مرحبا بكم في قناة زينكيتشن فرق جديد للجمال وصحة البشرة اليوم سأقدم لكم قناع الخزامة اي اللافندل لوجه نقي صاف ومشرق وسحي كما تعلمون الخزامة ترطيب البشرة تعالي جفافها تطهرها من جراتيم وتحميها ايضا من حب شباب والرؤوس سوداء تنطف كذلك المثام بعمق وتجعلها ناعمة وفاتحة اكتر نحتاج لهذه الوصفة ملعقة من الخزامة اي اللافندر ملعقة كبيرة من مطحون الارز وملعقة كبيرة من ماء الورد كما ترون اخذنا ملعقة من كل الخليطين ووضعناهما هنا الآن سنأخذ ملعقة كبيرة من ماء الورد ونمزجه مع هذا الخليط جيدا عزيزاتي المشاهدات قمنا بمجرس الخليط بملعقة كبيرة من ماء الورد هنا وسركناه قليلا حتى يتشرب الخليط ثم اضفنا ملعقة اخرى كبيرة من الورد حتى حصلنا على هذا الخليط عزيزاتي المشاركات نقوم بوضع القناع مباشرسا بعد وضع البخار للوجه ومسحه بقطعة سقطن مبللة بماء بارد او بماء الورد ثم نضع وضع القناع على شكل دوائر من تحت الى اعلى نتركه لمدة عشرون دقيقة ثم ثم نغسل وجهنا بماء بارد معتدل الورد ونضع بعده اي مرطب لدينا لوجهنا كي يعطينا من فعله السريع هذا القناع نضعه لبشرتنا ثلاثة مرات في الاسبوع يفيد في ترطيب البشرة يفيد في تفتيح البشرة وازالت دكانت او اثار الحبوب الشباب ويقي البشرة من الحبوب الشباب او الحبوب الرقيقة الدقيقة ويجنبك ايضا اه رؤوس السوداء الصغيرة مفيد جدا لكل انواع البشرة الحساسة او الدهنية او خصوصا الدهنية والحساسة تحية لبشرة النقية وفاتحة وسيسلة من وصفات الخاصة بالعروس اشتركوا بالقناة وادعموني واضغطوا الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي المفيدة والمجربة شكرا لكم الى اللقاء